أكبر سهرانين هذا المساء بحث عضو مجلس السيادة صديق تاور مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية وقال السفير السعودي أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة صديق تاور لزيارة المملكة مشيرا إلى أنهما أكدا على أهمية التواصل بين المسؤولين في كل من الخرطوم والرياض إذن ها هي العلاقات السودانية السعودية المتجزرة علاقات متينة وقوية منذ الأزل علاقة الحوة وعلاقة الأشقة السيد علي بن حسن جعفر دوما ما يسعى إلى كثير من القضايا التي تحص الإنسانية في المقام الأول دائما ما نجده في كل المحافل في السودان هو فعلا ليس سفيرا دبلوماسي فقط وإنما هو سفير شعبي ها هو يلتقي بالأستاذ صديق تاور عضو مجلس السيادة إن شاء الله ودعوة مقدمة لسعادة السيد صديق تاور رئيس عضو مجلس السيادة في أن يزور مدينة الرياض وطبعا نحن عارفين كثير من السودانين بالتم دعوتهم وهم على رأس الحكومة يعني في أنهم هما يأتوا للمملكة العربية السعودية وتتم المناقشة لتسهيل كثير من الأمور خاصة الآن في مجال الاستثمار وزي ما عارفين إحنا محتاجين جدا للاستثمار الزراعي والاستثمار في جميع المجالات سواء كانت حيوانية وغيرها فنحن نشكر حكومة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا كل الزيارات وكل الدعوات التي جاءت في الفترة الفاتت كانت مسمرة وكانت ناجحة جدا وعلى السيد سفير خادم الحرمين الشريفين كان هو في مقدمة الدعوات دائما